كابوتشينو الكبرى ثمانية وسبعين مليمتر اللي تسجلها معتمدية قربها إلى حد هذه اللحظة وما زالت الأمطار اللي متواصلة فلتكن غيث نافع بإذن الله وبقلوب خاشعة كل عادة نحب نقول لكم للمولى سبحانه وتعالى هذا رزق من الله على هذه الأرض وعلى على اللي موجود فيها الكل فإن شاء الله ربي يرحمنا بالغيث النافع كل ما تصب تنفع وتقول تقول أمي في كلمة تقول كي تصب في بلاد تزهى لبلاد الأخرى إن شاء الله ربي يرحمنا وربي جادة إجارها على سلاح ذكروا زادة وأنه بالنسبة إلى الدروس اللي تتواصل مع تواصل غيث النافع أعلنت اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها تنظيم النجدة بصوصة تعليق الدروس بكافة الموسات التربوية الابتدائية والعدادية والثانوية وتكوين المهني خلال الحصة الصباحية إلى حين إشعار آخر الحفاظ على سلامة تلميذ ومستعمل الطريق نظرا لتواصل طهات الأمطار بغزارة وفق تصريح المدير الجهو الحماية المدنية العميد حاتم بوبكر ويشار إلى أن ولاية سوسة لشادة نزول كمية هامة من الغيث النافع لمدة جوزة ثلاثة ساعات دون انقطاع ما تسبب في ارتفاع منصوب مياه بعدد من الطرقات المخفضة على غرارة طريقة سياحية رابطة بين سوسة وحمام سوسة وسيدي عبد الحميد وضف العميد أنه تدخلات فرق الحماية المدنية لشملت إزاحة وسائل في عدة طرقات وشفت مياه من منازل كائنة في بعض الأحياء على غرار سيد عبد الحميد وحايل عوينة المنستير أيضا لقرر رئيس اللجنة الجهوية لتفادي كوارث مجابهتها والي الجهة عيسى موسى تعليق الدروس اليوم لاربعات 23 أكتوبر 24 بكافة مؤسسات تربوية والمؤسسات التعليم العالي ومركز التكوين المهني خلال الحصة الصباحية إلى حين إشعار آخر وذلك نظرا لتواصل نزول الغيث النافع بغزارة بعدد من المناطق من رئيس المنستير ناتيلة أمس وصباح اليوم لاربعات دون انقطاع زغوان اللي قررت اللجنة الجهوية لتفادي كوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بزغوان تعليق الدروس بكافة المؤسسات التربوية التكوينية العمومية والخاصة بمعتمدية النظور والفحص والصواف لليوم لاربع وذلك على أثر نزول كما قلنا كمية هامة من الغيث النافع بالجهة توقع لتواصل هطول الأمطار الرعدية بكميات غزيرة محليا وحرصا على سلام تلميذ والإطار تربوي وفق ما نشرته صفحة رسمية لولاية زغوان نذكرون ولاية زغوان اللي تسجل كميات مهم جدا 189 مليمتر رقم هذا راو موش شوية بصد ودرمان إن شاء الله يمشي الكل للصد وتتعبى صدود متاعنا راو عنا صدود صفر في المياهوني في الكابون أقل شايفة معنا صدود خارج الخدمة بالنسبة إلى الصدود إن شاء الله نتمناه أن تكون تزادة كل صدود تونس خاصة الآن الصدود اللي في الشمال الغربي اللي أيضا نتمناه أن تزادة تمشي لها بسلامة كل المياه وهذا الكل وين ما تصب تنفع وين ما تصب تنفع وربي يرحمنا الناس الكل نرجع معكم بعد لحظات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر